موسيقى 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 السلام عليكم ازيكا وبناياتي يا رب يكونوا الجماع بخير الفيديو ده سيكون مشتريات من السيدالية كل حاجة جبتها عن سيدالية رجدي ما بقيتش بصراحة بقلي شوية ما بتعملش مع العزة دي يعني رجدي اسعارها حلوة جدا فالمهم يعني فانا جبت منها شوية حاجات جبت منها معادة البامبرز الباكيتة الكبيرة دي انا جابها من محل عادي فيلا بينا نتدي الفيديو عراتول عشان الفيديو ما يتوالش اول حاجة جبتها هي السرلاك كان عليه عرض اللي هو دوة اللي هو بيتعمل باللبن اللي هو ست شور ده رز على اللبن بيتحضر بالماء عادي جدا دي العبوة الصغيرة اللي هي مية خمسة وعشرين جرام كبيره 350 عامل حاجة و 30 جنيه العبوة الصغيرة دي واحدة و التانية بنص السعر ده من العروض اللي كان عاملها برضو سيدلات رشدي الواحدة بتسعتاشر يعني انا واحدة بتسعطاشر جنيه والتانية بنص السعر انا لسه ما غيرتش يا بنات انا بدي الفاكهة فريشي لان فيه سرلاك بثلاث فواكه وفيه سرلاك ببلح لسه ما جربتوش بصراحه ممكن المرة الجاية اجيبه طبعا دول مش بتكفوني الشهر المستحيل طبعا يعني ولا حتى الاسبوع مستحيل يعني اخرهم يعدو حبة حلوين يعني بس انا السرلاك بالذات احب اجيبه اثنين باثنين او ثلاثة بثلاثة حتى لو لعبوها الكبيرة باجيب اثنين باثنين باردو خلاص بس انا جبت الصغيره عشان كان عليها عارض دي اول حاجه طيب زي ما اقول لكم تاني حاجه اللبن انا غيرت لوكا كانت بتاخد اللبن اللي هو دوه طبعا دي العبوه بتاعتو بص فادي انا حاط فيها سرلاك اللي هو بيرما فيتا او بيرما فيتا رقم واحد طبعا هي عدت الستة شهرية حالين بتادت السابع فكنت قلت لو الدكتورة وقفه بما انها بتادت تاكل قال لي لا اصبري لحد ما تتم سلم وبعد كده وقفيه فما فيش مشكلة يعني رقم واحد عاملة مية جنيه ورقم اتنين اللي هي دي اللي هي من عمر ستة شهور وطالع يعني دي عاملة تسعة وتسعين جنيه خلاص فدي الاثنين الاول كنت ممكن العلبة واحدة بتقعد اسبوع عشر تيام لانك بتاخد منه كتير دلوقتي ممكن اديها مرة واحدة بس بالليل ابن ما تنام او مرة واحدة في الشغل لما بتزن كتير وعايزة تنام ومش عارفة ردع فانا جبت منه عبوتين الواحدة عاملة تسعة وتسعين جنيه يمي الجنيه يعني دول هيقعدوا معي حبة حلوين هيقعدوا معي الشهر خلاص دي كانت تاني حاجة بعد كده جبت من عنده حاجة ثانوسان انا عندي بصوا بقى انا كنت جايبة في الفيديو بتاع مشترات بتاع بيبي لو فاكرين كنت جايبة من عندهم من السيدلية اه من عندهم اه كنت جايبة منتجات ثانوسان اللي هي ال 500 ملي عايزة اقول لكم قعدت معي حبة محترمة جدا 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 معادة بس دول لان احنا بنقولهم يعني بصوا دول ده اللوشن وده كريم الحفاظ يعني تخيلوا عزبة كريم حفاظ قعدت ست شهور او ست شهور ونص كمان ده دي ميت فل وعشرة يعني حتة منها صغيرة جدا بتزبط الدنيا وبعدين مستحيل ولله الحمد يعني ما حصلش الحمد لله عندي اي لطهبات حفاظ لان انا كمان بستعمل ملفكس ونوع حلو جدا لنس اللي سألتني بستعمل النوع ايه دي اه المفروض بمية وعشرين عندهم عليها عرض بمية جنيه او بتتبع بره بمية وطمانتاشر حاجة كده يعني فعندهم بمية جنيه خلاص دي اللي هي بلزنك البنك اللي لونها سوري ازرق فيه البنك ما جربته عشان انا جربت اللي انا متعودة علي كمان اللوشن عندي كان خلص تقريبا دي كانت تعاملة كم مش مكتوب السارة عليها بس تقريبا هي كانت عليها 10 جنيه او 11 جنيه حاجة كده يعني يعني 10 جنيه تقريبا حاجة يعني يعني هي ارخص من بره 10 جنيه حاجة كده يعني دي اللي هي البنك بقى ده اللوشن تحفى تحفى بيانات خطير في ترتيب الجسد عايز اقول لكم انا كنت جايبا زيت جونسون نوعين اللي هو باللفندر والعادي ما استعملتهمش الا نادرا يعني دلوقتي ممكن قضيه لها حاجة بسيطة كده كده على غدودها وانا نازلت الشغل غير كده لأ يعني خلاص دي تالت حاجة عندي انا بقى الشاور جيل والشامبو عبوة نين فواحي كده لسه موجود عندي لانه حبة صغننة منها مقلوكوش بترغي قد ايه انا بجيب علبة الدنتينوكس بتاع المغز دي كل شهر بس الحمدلله الشرفت محتاجش استعملها كتير فهي قعدة وسألتهم على صلحيتها قالوا لي غسة اوكي شغالة يعني فما جبتهاش جبت بقى الفيدروب فيتامين دال ده اكيد يا بنات ده لازم 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 اي بيبي من عمر يوم بياخد اربع نقط لحد عمر سنة بعد كده بياخد خمس نقط او ستة نقط تقريب والام بتاخد منه فيدروب ده وفيه حاجة تانية البديل ليه يعني البديل ده للكبار اسمه ايه مش متذكرة للأسف يعني بيفا دول حاجة كده مش عارفة والله حقيقي عشان مفتيش يعني خلاص دي العبوة بتاع فيدروب دي عامل عشرة جنيه تمام رخصة جدا يعني هم العبواتين بيعودوا الشهر ممكن اقل من كده بتاخد ربعة قطارة بما يعادل خمس نقط او اربع نقط في ايه تاني اه كمان جبت من عندهم بامبرز انا بجيبها من عندهم على طول ما كنتش عارف ان كازيون و الفرجان يعملين عليها عروض بس مش عارفة لانه ملاقيهم منزلين في سعرها قوي فخفت بصراحة من صلاحيتها اه هي اعلى فكرة عشان الناس ما تستغربش ان النديل طبعا دي لها صلاحية ده اكيد يعني دي زهير و كحل ما فيهاش اي روايح اه دي اربعة وستين منزيل كانت عاملة تمانية وعشرين جنيه اعرفت ان في الفرجاء ان في كازيون بتتبعها باثنين وعشرين او باثنين وعشرين او باثنين فبس خفت اجيبها فما علينا انا جبت اللي انا بجيبه انا عندي بقى ايزي كير دي احيانا بستعملها لعلى جسمها لو مضطرة اه ليه باجيب دي ما باجيبش منها كتير لان انا ببص طول ما انا في البيت على الحمام على طول يعني حتى لو حاجات بسيطة على الحمام برضو ما بستعملش الوايبس معها الا في قدية الحدود لان قدر استعمال الوايبس بيغمق المنطقة بتاعت البيبي وفي نفس الوقت كمان بيعمل الالتهابات مهما كنت بتستعملي نوع كريم كويس جدا فنصيحة يعني هتوها للطوارئ انا دي جايبها جبي منها اتنين واحدة وديتها الشغل والتانية اهي خلبي خليها في البيت خلاص دي كانت عاملة 28 تقريبا حاجة كده يعني بص بقى جبت من الصيدلية بره لاني ملقتوش في رش دي الدرينكينج ده كنت كلمتوكم عنه اللعبوة دي يعني انا لقيت عنه بس عنده البكتات انا بحاجة البكتات انا عايز اللي هو ده خلاص اه اه اللي هو السايب لان انا تعودت على معيار المعلقة دي عاملة 24 جنيه نصيحة لو لقتوها هتوافن من اي حتة حلوة جدا جدا ممكن تكون مبتعودش كتير بس حلوة والله دي عاملة 24 جنيه 20 جنيه دي للمغس والانتفاح وبالليل بتخلي البيبي ينم نم تام يعني خلاص جبت بقى من محل منظفات عادي جبت دي كانت عاملة 8 جنيه اه انا كده كده بجيب ملدين من فاين دي للبيت بجيب اتنين او ثلاثة مفيش مشكلة بس انا دي بحتاجها اكتر في الشنطة بتاعت البيبي برميها كده وبحتاج منها في الشغل فانا علشان مسافرة جبت اتنين دي خليتها هنا اخدها معايا في الشنطة وانا مسافرة والتانية وديتها الشغل خلاص يعني انا في حاجات جاية منها اتنين دي ودي والبامبرز اللي هتشوفو دلوقتي دي الباكيتة بتاعت بامبرز انا هشيت بس ده عشان اعرف ووريكم دي الباكيتة بتاعت مولفيكس ده اللي هو العادي مش البانتي البانتي مش حلو خالص على فكرة يعني من خلال تجربة الناس قعبة مني جدا قالوا لي مش حلو لما بتيجي تشريه عشان تنظفي الدنيا بتبوز خاص عموان دي اربعة مأسة اربعة اللي هي من سبعة كيلو لطمنتشر كيلو دي بتمانية وخمسين قطعة عاملة في الكم كانت عاملة لا يا ربي انا جايبها من الفرجاني جايبة اتنين الواحدة عاملة مية وطمنتشر جنيه خلاص جبت اتنين هم بيكفوني الشهر الناس اللي هتسأل ليه الشهر كله اتنين واحدة كفاية لا مش واحدة كفاية ولا حاجة هم اتنين بيكفوني الشهر انا مش بسيبها تتميلي قوي قوي وممكن وانتي بيتغيري كده للطوارد تلاقي في حاجة حصلت يعني البنبرزها تدمرت فتطري تحط غيرها فهم الاتنين تمام فضل معي حاجة للشهر اللي بعد اخر وبركة فدي انا جايبة اتنين بس عشان التاني انا فتحه اه اه الواحدة عاملة مية وطمنتشر جنيه عليها عرض في الفرجاني بره بتباع بارقام غير كده خاص تمام تعالوا بقى وريكم اللي هي الصغيرة اللي هي الصغيرة اللي بقول لكم عليها دي اربعة دي مقاس اربعة تمن قطع فقط لغير هي العبوة كده جاي متقفلها تمن قطع باثنين وعشرين جنيه ونصف اه حلوة جدا يبنت انا باخدها معي بحطها في الشغل والطوارئ زي ما هي كده وباخد منها بدل ما اخد من بتاعة البيت بتقعد معي فترة محترمة لانه ولا الحمد المش بطر ان انا غير هناك كتير يعني وكمان جبت بتاعة بامبرز الواحدة كمان دي برضو اخدتها معي الشغل وعلبة فاين من الصغيرة دي برضو اخدتها معي الشغل مضمنش اي حاجة ممكن تحفظ عشان كده جايبة من كل حاجة من دول اتنين ليه صورت دول واحدهم دول واحدهم لان انا جبت الحاجة بالليل وقلت اصور الحاجة اللي اخدها معي الشغل وبعد جدا اما افضل بقى اصور لكم باقي المشترات في حاجة كمان جبتها اخر حاجة بنسادلية نفس السادلية برضو دي ده كافسيد للردع ده لبوس للكحة تحفى يا بنات تحفى تحفى للكحة للردع خطير بجد والله بس خلي بالكم ده طبعا الدكور لكاتبه متجيبيش حاجة الا ما الدكتور يقولك عليها انا بديك الحاجة ممكن تسألي عليها الدكتور قبل ما تستعمليها اقعد استعملي حاجة من نفسك فيه للردع وفيه للاطفال فخلي بالكم اوعوا الجوبة بتاع الاطفال تضل الردع لانه بتاع الاطفال من 13 كيلو وطالع بتاع الردع من 5 كيلو لـ 8 كيلو بس ده كان الفيديو بتاع المشتريات اشبتم على الفيخ الخير ان شاء الله واللجوز ده كان 15 جنيه سلام عليكم